أعزائي التلاميذ المتسبعي ومتسبعات قناة أجياء المستقبل التعليمية مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقدم لكم من خلاله درس في مادة علم الحياة والأرض علم المناعة وهو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي نبدأ بالتذكير إذن تنقسم الكائنات الحية إلى ثلاثة أقسام وهي النباتات الحيوانات والمتعضيات المجهارية وعندما نتحدث عن المتعضيات المجهارية يعني كائنات مجهارية يعني ترى بالمجهار إذن توجد المتعضيات المجهارية في الماء والهواء والتربة وداخل أجسامنا وأجسام الحيوانات وعلى الأطعمة إذن التساؤل ما هي أنواع المتعضيات المجهارية وما هي خصائصها وهل المتعضيات المجهارية تشكل خطورة على صحة جسم الإنسان والحيوان وكيف يدافع الجسم ضد المتعضيات المجهرية وما المقصود بالمناعة وما أنواعها إذن بداية سوف نتعرف على أنواع المتعضيات المجهرية إذن بالنسبة لأنواع المتعضيات المجهرية هناك أربعة أصناف من المتعضيات المجهرية هناك متعضيات مجهرية لحيوانات الأولية وهي الأميبة البراميسيوم وبلاسموديوم إذن الخصائص هذه الحيوانات الأولية هي كائنات وحيدة الخلية ذات نواة واضحة بعضها ممرضة وطفيلية وأخرى نافعة طبيعيا إذن هذه الحيوانات الأولية هي كائنات وحيدة الخلية عندها خائدات نواة واضحة النواة كتكون واضحة والبعض الحيوانات الأولية يكون ممرض وطفيلية والآخر يكون نافع الأمثلة بالنسبة لهذه الحيوانات الأولية بالنسبة للبكتيريا البكتيريا هي كائنات وحيدة الخلية أيضا ولكنها بدون نواة محددة بعضها نافع طبيعيا وبعضها ممرض الأمثلة دي البكتيريات كان عصيات الكزاس عصيات الحليب والمكورات الرئوية بالنسبة للفطريات المجهرية كان فطر البينيسيليوم وكان عفن الخبز وخميرة الكانديدا إذن بالنسبة للفطريات المجهرية احتاجة كائنات ذات خلايا نباتية على شكل ألياف أو براعي مجهرية بعضها نافع وأخرى ممرضة أما بالنسبة للحمات كان حمات الزكال حمات السيدة حمات شلال الأطفال هذه بعض الأمثلة إذن وهي كائنات غير خالوية إذن هذه كائنات غير خالوية لا تبدي حياة إلا عندما تتصرب داخل الخلايا يعني ما تنتعش وتولي فيها الحياة حتى تدخل الخلايا حيث تتكاتر وهي من أصغر المتعضيات المجهرية وهي ممرضة وطفيلية إلزامية إذن تنقسم المتعضيات المجهرية إلى نافعة وممرضة الآن سنتعرف على خصائص الجراتم الممرضة الخاصيات ديالها من بين الخاصيات أنها التكاتر السريع يعني أنها تتكاتر بسرعة وتمثل الوثيقة تكاتر بكتيريا في ظروف ملائمة تمثل الوثيقة إثنان تطور عدد البكتيريا داخل وسط زرع غير متجدد إذن اعتمادا على الوثيقة واحد بين طريقة تكاتر البكتيريا واعتمادا على الوثيقة إثنان سوف نحدد عدد البكتيريات الموجودة داخل وسط هذا الزرع بعد مرور خمس ساعات ثم عشر ساعات ومادتنا تستنتج ثم سنستخلص خطورة البكتيريا عند تصريبها داخل الجسم إذن لاحظوا الوثيقة الأولى طريقة تكاتر كتكون بكتيريا واحدة ثم تبدأ في الإنقسام وتعطينا بكتيريتان وكل بكتيريا كتنقسم إلى بكتيريات أخرى إذن هذه هي الطريقة لها التكاتر يعني أن البكتيريات تتكاتروا عن طريق الإنقسام الآن سوف ننتقل إلى الوثيقة واحد اللي هي عبارة عن هذا الجدول كما تلاحظون في الصورة لاحظوا معي هذا الجدول هناك البكتيريات المليونية البكتيريا بالمليون في المليلتر والزمان لاحظوا هنا صفر بعد مرور خمس ساعات هناك تكاتر وبعد مرور عشر ساعات يعني لاحظوا بأن التكاتر ديال هاد البكتيريا تعدها الخمسمائة مليون في المليلتر وبعد خمسة عشر ساعة كي يولي كي تكاتر حتى كي وصلوا المستوى كي يعود يولي إنخافض إذن هذا هي الطريقة ديال التكاتر إذن كما تلاحظوا بأن خمس ساعات كي تعطينا مئة مليون بكتيريا في كل مليلتر ماشي لتر مليلتر وعشرات الساعات كي تعطينا الف وخمسمائة مليون بكتيريا في كل مليلتر إذن تتميز البكتيريا بقدرتها على التكاتر السريع عن طريق الانقسام في وجود وسط مخيط حيث سنقسم كل واحدة إلى اتنتين إذن تجد البكتيريات عند تصربها داخل الجسم وسط ملائما لتكاترها فيؤدي ذلك إلى تعفن الجسم يعني إدلاف الخلايا إذن عند الحمات لا تتكاتر الحمات إلا داخل الخلايا الحية يعني أن الحمات لا تتكاتر إلا داخل الخلايا الحية فهي إذن جراتم طفيلية بالضرورة لأنها طفيلية لاحظوا معي الحمات كيف تتكاتر إذن لاحظوا هذه الوثيقة هذه الوثيقة تبين لنا كيف أن هذه الحمات تتلف الخلايا لاحظوا عندما تدخل الحمى إلى الخلية لاحظوا هنا عندما تدخل إلى الخلية فإنها تتكاتر داخل الخلية ثم في النهاية تؤدي إلى تفرقع هذه الخلية وإتلافها لاحظوا المراحل لأن إتلاف الخلية إذن عندنا إفراز السمين يعني كيف تتكاتر سريع ثم إفراز السمين عند البكتيريا وعند الحمات يعني أن الحمات تتكاتر داخل الخلايا الحية إذن إفراز السمين لمعرفة كيف تتكاتر عصيات الكزاز على جسمين ويجري التجارب نلخصها في الجدول التالي على فئران المجموعة الأولى عندنا حقن فئران بواحد سنتيمتر مكعب من زرع عصيات الكزاز والمجموعة الثانية جوز سنتيمتر مكعب من رشاحات زرع مغلى لعصيات الكزاز والمجموعة الثالثة جوز سنتيمتر مكعب من ماء مقطر ومعقم إذن النتيجة أن المجموعة الأولى ظهور أعراض مرض الكزاز وموت جميع الفئران لأننا حقن لهم عصيات الكزاز واحد سنتيمتر مكعب ديل عصيات الكزاز بالنسبة للمجموعة الثانية اللي حقن لهم الرشاحة ديل زرع مغلى لعصيات الكزاز ظهور أعراض مرض الكزاز وموت جميع الفئران أما بالنسبة للمجموعة الثانية اللي قمنا بحقن ماء مقطر ومعقم كتبقى الفئران ديل هات المجموعة ساليمة إذن ماذا نستخلص من نتائج هذه التجربة؟ إذن من خلال تحليل الجدول نستنتج أن بعض البكتيريا مثل العصيات الكزاز ستميزوا بقدرتها على إفراز مادة سامة كتسم السمين قادرة على إحداث اضطرابات خطيرة على مستوى الخلايا العصبية إذن وجود إذن الخصائص ديل التكاثر قلنا القدرة على إفراز السمين وجود العليبة نستخلص من نتائج هذه التجربة أن العليبة هي المسؤولة عن موت الفئران لاحظوا معي هنا تجربة الأولى عندنا حقن الفأر فأر سليم بالمكورة ستنائية الرئوية لا تتوفر على عليبة بقي الفأر سليما والتجربة الثانية أن الفأر حقن فأر سليم بالمكورة الرئوية ستوفر على عليبة إصابته بالتهاب رئوي إذن ملحوظة المكورة تنائية الرئوية نوع من بكتيريا بماذا تفسر موت الفأر وماذا نستخلص من تجارب هذه التجربة إذن ممكن نستخلص من تجارب هذه التجربة أن العليبة هي المسؤولة عن موت الفأر وستوفر بعض البكتيريا على عليبة غشاء ساميك العليبة هي واحدة الغشاء ساميك كيكون في هذه البكتيريا أو هذه المتعضيات المجهرية تجعلها قادرة على الإنفلات من آليات دفاع الجسم بحل مثلا الآليات التي يدفع في الجسم بحل الكوريات البيضاء يعني هذه الغشاء الساميك كيجعل هذه كتفلت من الدفاع وبالتالي تتكاثر داخل الجسم مما يتسبب في مراد مثل المكورات التنائية الرئوية التي تتسبب في التهاب الرئوي إذن التغير والتطور السريع يعني هذه هما الخصائص تغير والتطور السريع تتميز بعض الحمات مثل حم الزكان بقدرتها على التغير والسريع في شكلها مما يجعل الجسم غير قادر على مخاومتها فيصعب التحكم في علاجها وبالتالي انتشارها على شكل أو بئة أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير مثال لذلك إذن ملحوظة